على 20 سنة اتقلم من بعض السادة الحاجزين أو المواطنين خدوا مني 11 ألف وجوهم عند التسليم قالوا ليدفع 50 ألف جنيه يرضيك كده؟ لا لا يرضيك ولا يرضيني بس هو ممكن يكون عنده قرض آخر فعنده أعباء فبالتالي البنكة مش قادر يديله قرض كبير فمش هيقدر يدفع قرضين يعني لو هو عاوز يدفع لك 600 أو 1000 جنيه يجب أن يكون عنده شعباء أخرى ينظف القرض الأخرى لأنه هي مش هدفها يعني تحبيك الحياة للناس إحنا مش عايزين هو يتعصر فهو لو بيدفع 80% من اللي بياخده في القروض مش هيقدر يدفع مش عايزين حد يطلع مش شايته فبالتالي البنك المركزي حريص على أنه جملة الأقصاد بتاعت العميل ما تتجوزش 40% من دخل طيب بعد سادة المواطنين قالوا لي أسأل حضرتك إيه إمكانية أن الـ 50 ألف أو الـ 40 ألف بتوع التسليم دفعة الاستلام تتقصت يعني يدفع 20 يقصت الباقي يسياحهم زي ما بيقولوا على 20 سنة إحنا السنة اللي فاتت فتحنا حاجة بهذا النوع يعني قلنا اللي عايز يحجز في حاجة ويستلم بعد سنة ما فيش مانع وبيدفعوا 9000 الأول وبيدفعوا 4 أقصات كل واحد فيهم 4000 جنيه كل 3 شهور المجموعة دي دفعت 3 أقصات 4000 جنيه فضلهم قصت كمان في بداية 8 وبداية 9 حسب بقى كل واحد تاريخ تقديمه إمتى وهيبدأوا يستلموا اعتباره من 11 فدول قصته المؤدم بالفعل إنما أنا الإعلان اللي طرحها حاليا أن وحدات جاهزة هيستلموا على طول هنتبعه بعد كده إن شاء الله بإعلان برضو يعني نقدر فيه نعمل حكاية تقسيط المؤدم في حد أقصى للسن؟ 50 سنة 50 سنة وده برضو طبعا هدفه إنه عشان لحد المعاش بيبقى متبقي حوالي 10 سنين يعني يبقى فيه فتر التمويل مقبولة ما يتطلبش منه مؤدم كبير قوي شكرا